خمسة أعوام على انتهاء عمليات التحرير من عصابات داعش في العراق وما يزال مصير آلاف النازحين مجهولاً بين عودة طوعية بلا مؤهلات أو قصرية تمثلت بإغلاق مخيمات النزوح وإجبار قاطنيها على العودة إلى مناطقهم عمليات الإغلاق حرمت آلاف النازحين وبينهم عائلات يشتبه بانخراط أبنائها في صفوف التنظيم الإرهابي حرمتهم من الخدمات الأساسية وفقاً لتقرير أصدرته Human Rights Watch المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي أشارت في تقرير لها إلى أن بعد سنوات من إهمال هذه العائلات أخفقت السلطات العراقية في توفير العودة الآمنة الكريمة لهم فضلاً عن أن ذلك حرمهم من المساعدات الإنسانية ما عرض حياتهم لتهديدات وتحديات جدية منها حرمانهم حتى من الحصول على الوثائق الرسمية وفق المنظمة على الجانب الآخر وبينما ما تزال آثار ما خلفه التنظيم الإرهابي شاخصة في أذهان معظم أهالي المناطق المحررة الذين لم يترددوا في رفضهم عودة تلك العائلات التي معظمها من النساء والأطفال والتعايش معهم مجدداً كما أكدوا أن فضائع التنظيم الذي سيطر على المنطقة مدة تزيد عن ثلاث سنوات ما تزال راسخة في ذاكرتهم حتى اللحظة هذول أم فكرهم أنه هم صح وإحنا غلط فما من الممكن التعايش معهم أو زرعهم في نصف قيارة يعني قيارة من الشهداء قيارة اللي ضحت قيارة أول ناحية تتحرر بحفظ دينون فما من الممكن اليوم أصبحنا مكبن فايات لداعش وما خلف داعش ويعود القلق الأساسي من هذا الملف لخلوه من أي شفافية وفقها للمناطق المحررة خصوصاً بعد وصول أكثر من تسعين عائلة إلى مخيم الجدعة الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثمائة شخص وسط ظروف غامضة